سلام على مدينة قم وسلام على من شرفتها على فاطمة المعصومة من تئمامنا موسى بن جعفر سلام على محمد وآل محمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى ورحمة الله وبركاته الرسالة من قم ومن أحد المشايخ من حوزتها السؤال الأول الكثير من أصحاب العمائم يشكلون علينا بأن شيخكم الغزي منهجه ليس واضحا ومبينا في التعامل مع أحاديث العترة هذا على أساس أن منهجهم واضح ومبين كل هذا الذي بيّنته ويكون منهجي ليس واضحا في التعامل مع أحاديث العترة على أي حال أنا والسؤال أنا والسؤال الكثير من أصحاب العمائم هؤلاء كذابون ودليل كذبهم أنهم يلبسون العمائم العمامة الإبليسية هذه التي يرتديها مراجع الحوزة الطوسية هذه عمامة عباسية قذرة العمامة العباسية الإبليسية العمامة الطابقية هي عنوان الكذب وعنوان الدجلي وعنوان الضلال عند هؤلاء دليل كذبهم عمائمهم التي على رؤوسهم الكثير من أصحاب العمائم يشكلون علينا بأن شيخكم الغزي منهجه ليس واضحا ومبينا في التعامل مع حاديث العترة في برنامج واحد أو كتاب واحد حتى نستطيع مناقشته والرد عليه وإنما مجموعة قواعد مبعثرة وغير دقيقة موزعة ضمن البرامج وهي نفسها التي نتبناها كالمعارض ماذا تفقهون من المعارض ماذا تفقهون من المعارض وهي نفسها التي نتبناها كالمعارض ولحن القول والخاص والعام والمحكم والمتشابه لذلك فهو لا يمتلك منهجا وإنما يدلس على أصحاب العقول الساذجة ويهمهم بأنه صاحب منهج مغاير للمناهج الأصولية والأخبارية والعرفانية و السائل يفرع على هذا الكلام فهل طرحتم هكذا برنامجا سابقا ونحن غفلنا عن أو لكم نية في طرحه مستقبلا أقول لسائلي يا أبا باخر مثل ما يقول أئمتنا للشيعة لبعض أصحابهم هل أخذت تفرش أذنيك للنوكة جمع أنوك وهو الأحمق هل أخذت تفرش أذنيك لهؤلاء الكذابي هؤلاء كذابون ودجالون ومدلسون ما هو المنهج ما هو المنهج المنهج أولا عقيدة عقيدة وأنا قد وضعت عقيدتي في كل برامج ولكنني لخصتها لخصتها في مجموعتين من الحلقات بنحو علمي ممنهج كامل في مجموعة حلقات أعرف إمامك وفي مجموعة حلقات هذا هو الحسين هذه كتب متلفزة كذابون هؤلاء كل حلقة من برامجي هي عبارة عن كتاب صغير متلفز فليس هناك من فوضى في برامجي برامجي مرتبة وأنت تعرف بإمكانك أن تطبع كل حلقة كي تجدها موضوعا متكاملا بمصادره ونصوصه بمقدماته ونتائجه كذابون هؤلاء المنهج يعتمد يعتمد العقيدة وهذه عقيدتي مبينة في كل برامجي في آلاف من الساعات وبنحو علمي مبوب ومفهرس ومحقق في مجموعتين متكاملتين من الحلقات مجموعة حلقات أعرف إمامك ومجموعة حلقات هذا هو الحسين من برنامج الخاتمة فليردوا وأنا حينئذ سأرد عليهم كي تتضح الحقيقة ما هو المنهج إنني أرفض علم الرجال وعلم الحديث مطلقا وقد وضعت برامج خاصة لهذا الموضوع وناقشت الموضوع من جميع جهاته فليأخذ هذه الحلقات وليرد عليها وسأرد عليهم كي أكشف عن جهلهم وعن سخفهم وناقشت علم الأصول وناقشت عملية الاجتهاد وناقشت تفاسيرهم الضال وإنني لأتكلم في بيان مضامين القرآن في كل حلقاتي فسرت القرآن وتحدثت عن أسرار القرآن وأبطلت مناهجهم التفسيرية وماذا بعد ما تركت موضوعا عقائديا مهما إلا وناقشت عقائدهم وأثبت بطلانها لقد أثبت بطلانا أن أصول الدين خمسة وأثبت أن الدين له أصل واحد لماذا لا يناقشون هذه الموضوعات لقد أثبت إمامة فاطمة لقد ولقد ولقد لقد أبطلت علم الكلام وأثبت ولادة صاحب الأمر من خلال أسلوب جديد إنه أسلوب الشاشات المتعددة في برنامج موسوعي إنه برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان ما تركت موضوعا إلا وتحدثت فيه لقد تحدثت عن أهم العناوين تحدثت عن علي أمير المؤمنين وعن الصديقة الكبرى وعن الحسين الشهيد وعن إمام زماننا ورفضت كل كلام قاله مراجع الشيعة بخصوص هذه العناوين وأبطلت كلامهم وأبطلت دين حوزة النجف وأثبت أن دينهم طوسي ناصبي بالوثائق والحقائق لماذا لا يردون على كل هذا هذا هو المنهج يا أبا باقر ماذا تقول أنت إني أعلم أنك تتابع البرامج فكيف تتابعها وكل هذه الحقائق موجودة بين يديك هذا هو المنهج إن كانوا يبحثون عن منهج موجز فإنني لطالما أقول من أن منهجي يدور مدار قرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو بنفسه منهج فليرد على هذا المنهج فإن ديني مداره قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لقد تحدثت عن ولاية الغديرين وعن البراءة من السقيفتين أما الغديران غدير علي وغدير القائم وأما السقيفتان السقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس ماذا يريدون من المنهج وكيف يكون المنهج كذابون هؤلاء سفلة منحطون فليردوا أتعلم يا أبا باقر من أن محمد رضا السستاني طلب من عدد كبير من علماء النجف ممن يذعنون لكلامه وكذلك من علمائكم أن يرد على برامج لأنهم قد افتضحوا الجميع رفض الجميع رفض البعض منهم هكذا قال قال إن كلامه صحيح ماذا نرد عليه إنه يأتي بمصادرنا وبكتبنا فماذا نقول من أن الكتب هذه ما هي بكتبنا إنه يقرأ من كتبنا فماذا نقول من أن الذي يقرأه ليس موجودا الكتب الكتب موجودة والناس سترجع إليها وسيفضحنا فضيحة مجلجلة والبعض منهم قال له من أن نا نستطيع أن نرد على كتاب على كتابين أما هذه الكتب الكثيرة نحن لم نطلع عليها ولا يوجد البعض منها في مكتباتنا ولا نمتلك القدرة التي يمتلكها هذا الرجل كي نرد عليه إنه سيفضحنا بعد ذلك مثلما فضح الآخرين الذين دفعتموهم للرد عليه والنتيجة كانت فضيحة لهم ولكم أنا هنا لا أباهي أحدا بشيء ولا أحب أن أتحدث عن نفسي لكن الأسئلة هي التي تجورني أن أتحدث هكذا كي أبين الحقيقة للسائل ربما لا أجد فرصة أخرى كي أتحدث معه وعندي كثير من هذا الكلام صدقني يا أبا باقر وأنت تعلم صدق قولي هذه المعلومات لها تفصيل أنا اجتزأتها ذكرت لك بعضها أتحدث عن المعلومات التي أشرت إليها بخصوصي محمد رضا السيستاني عندي تفاصيلها وعندي أسماء الذين تحدث معهم وتحدثوا معه إن كانوا في النجف أو كانوا في قوم التفاصيل كاملة عندي المجال المجال مفتوح له أنا شخص واحد وهذه القناة إمكاناتها محدودة قناة بائسة من جهة الإمكانات عندهم كل الإمكانات وعندهم كل الإعلام لماذا لا يردون على هذه الحقائق لأنهم عاجزون لأنهم عاجزون ماذا سيفعلون مع حقائق لا يستطيعون إنكارها وإذا ما تورط أحد منهم ورد على هذه الحقائق فإني سأثبت للجميع وبالبث المباشر من أنه حمار كما فعلت هذا في السابق فقد أثبت للجميع وعبر البث المباشر بأن فلان حمار بأن فلان حمار وبالأدلة القطعية وهذا الميدان يحمي هذا الميدان يحمي هذا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر